موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بنورام الصحابة الذي نطلع فيه أبرز ما كتبته الصحف المحلية والعربية وكذلك العالمية موسيقى نستهل جولتنا اليوم من المرصد حيث نقرأ حزب العدالة والبناء والكتل والشخصيات السياسية تعيد النظر في هيكلة المجلس الرئاسي تقول الصحيفة أكد المدير التنفيذي لحزب العدالة والبناء صالح المسماري على ضرورة إعادة النظر في بعض جزئيات الاتفاق السياسي نتيجة الضعف الظاهر على السلطة التنفيذية في حل المشاكل التي تمر بها البلاد حيث قال المسماري إن المجلس الرئاسي لم يتمكن من حل حالة ومعالجة الوضع المعيشي الكارثي الذي يعانيه المواطن مما أدى إلى التفكير في إعادة النظر في هيكلة المجلس وذلك بالتحاول مع الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية المهتمة بالشأن الليبي وأوضح المدير التنفيذي لحزب العدالة والبناء أن الهدف ليس إنشاء اتفاق جديد بل إجراء تعديلات عليه تكون داخل الإطار العام للاتفاق السياسي مبدئا استعدادهم لتقديم الدعم لأي توافق يتفق عليه المتحاورون ومن شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها وأرجع المسمر رغبتهم في تعديل وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي إلى العدد الكبير الموجود في المجلس والذي يشكل عقبة أمام حركته آملا من جميع القوى السياسية الموجودة الوصول إلى حلول المنطقية تكون بداية لحل المشاكل الحالية ونطالع في بوابة الواسط عشرات الكتاب والمثقفين يصدرون بيان إدانة لمصادرة الكتب أدان عشرات المثقفين والكتاب الليبيين مصادرة شاحنة محملة بكمية من الكتب من قبل مجموعة منتسبة إلى مديرية أمن المرج معلنين رفضهم الحجر على الرأي والتضييق على الفكر مهما كانت المبررات كما أدان البيان كافة دعوات التكفير وترهيب الكتاب من منابر المساجد أو من غيرها معتبرين ما جرى ويجري في هذا الصياق محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الفكر والرأي وبالمحصلة هو نوع من الإرهاب الفكري وجزء من الإرهاب بمفهومه العام ونشرت مديرية أمن المرج الأحد مقطعا مصورا أكدت فيه مصادرتها في العشرين من يناير الجاري شاحنة كتب ادعت أنها تدعو إلى التشيع واليهودية والصفية والإخوان المسلمين والعلمانية والإباحية والإلحاد ويظهر في الفيديو رجلا ملتح بملابس مدنية من مكتب الهيئة العامة للأوقاف وطلبة العلم والمشايخ يقول أن هؤلاء اتخذوا قرارا بمصادرة الكتب لأنها تمثل غزوا فكريا وجاء في البيان أن تصرفات أتباع هذا المذهب طالت المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات الخدمية والاجتماعية في عديد المناطق الليبية ما يهدد التوافق الاجتماعي ويزيد من تهديد السلم الأهلي ويساهم في تعقيد الأزمة التي تعيشها البلاد وبتصفح العرب اللندونية موسكو تنفي إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا نفت روسيا الاتحادية سعيها لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا في الوقت الذي ارتفع فيه بشكل لافت منسوب الحديث عن هذه المسألة وباتت تزدحم حولها التحليلات والتقارير الإعلامية منذ رسوح حاملة الطائرة الروسية الأميرال كوزنيتوف أمام السواحل الشرقية الليبية في الحادي عشر من الشهر الجاري بل إن صحيفة نيوتزوغيست سايتون السويسرية ذكرت أن خليفة حفتر وقع على اتفاقية جرى الحديث فيها عن خطط روسية لبناء قاعدتين عسكريتين في طبرق وبنغازي مقابل دعمه وأمام هذا الوضع قال رئيس لجنة الدفاع والآمن بمجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف إنه لا وجود لمثل هذه المفاوضات والقاعدة العسكرية الروسية في مدينة طرطوس السورية يمكن أن تلعب دور المثال للتعاون البحري العسكري بين الدول بشكل لا يكون موجها ضد أي طرف ثالث بل لمصلحة الجانبين حسب وصفه نتحول بكم إلى الشرق الأوسط التي عنوانت وزير خارجية ليبيا متفائلون بلقاء حفتر والسراج حيث تنقل الصحيفة عن وزير الخارجية تفاؤله باللقاء المرتقب بين خليفة حفتر وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الوطني معتبرا مجرد لقائهما انفراجة في الجمود السياسي في البلاد شدد سيالا في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية على أن القضية الجوهرية هي أن تبقى القيادة العسكرية تعمل تحت القيادة السياسية وإذا وصلنا إلى هذا الحل سيكون بيت القصيد ونحن لا نتحدث عن شخصيات وإنما عن وضع المؤسسة العسكرية التي يجب أن تكون مؤسسة وطنية تعمل وفق الرؤية السياسية وقيادتها وفي النهاية أرى أن أي صيغة يتوافق عليها الليبيون تخدم الهدف والمهم هو استقرار الوطن وحول إعلان المبعوث الأممي مارتين كوبلر أن عام 2017 سيكون حاسما لحل الأزمة الليبية قال سيالا إن كوبلر متشائم ومتوقع أن تشهد الساحة الليبية انفراجة في الربع الأول من العام 2017 خاصة أن هناك ميزانية مؤقتة اعتمدت وتحتاج لاعتماد نهائي من مجلس النواب وبسؤاله عن الترتيبات الأمنية التي تساهم في عودة الاستقرار وتمكين حكومة الوفاق من العمل أشار سيالا إلى إنجاز جزء من تلك الترتيبات عبر إنشاء الحرس الرئاسي والآن نحط بكم في عين ليبيا لنتابع مقالا بقلم عبد الرزاق العرادي تحت عنوان الفتوى أهمية تعدد النظار وزوايا النظر يقول الكاتب قبل سنة من الآن كتبت مقالا منشورا بموقع عين ليبيا بتاريخ الخامس عشر من يناير عن إمكانية الاختلاف مع مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني وكنت صريحا في أن الشيخ ممن يمكن أن نختلف معه لا عليه وما زلت أعتقد أن هذا الكلام في محله ولا أمل من الثناء على مال الشيخ من كريم الأخلاق وغزير العلم والشجاعة فيما يراه حقا والصدع به في وجه من أحب ومن كره وألمح دائما إلى رغبتي في ابتعاد الشيخ عن التجاذب السياسي بالمفهوم الحزبي اليومي وأطمح إلى اليوم الذي يتعالى فوق الصراع ويرد إليه كل الليبيين مستفتين مستنصحين يقول العرادي اطلعت مؤخرا على ما نشر في الصفحة الرسمية للشيخ بشأن الاتفاق السياسي فيما قال بعنوان اتفاق سياسي فريقه يسعى لترقيعه وحفتر لا يعبأ به وقد أفت الشيخ فيه فتوى لمحت فيها شيئا من الخطورة إذ يمكن للشباب المستعجلين أن يتخذوها ذريحة لإراقة دماء بعض المشاركين في اتفاق سخيرات مستندين إلى ما يفهم من كلام الشيخ عن الفساد في الأرض ولا أظن هذا من مقصود الشيخ ومن باب النصيحة التي أمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم فإني أنصح أن يتم تدارك هذا الأمر حتى لا تزداد وطيرة القتل ويستباح المزيد من دماء الأبرياء الفتوى رأي غير ملزم فالمعروف عن علماء الشريعة الإسلامية بمختلف فروعها أن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام وهي نتاج إعمال المفتي عقله في الواقع وتنزيل النص الشرعي على هذا الواقع ومن ثم الإخبار بمن تهى إليه نظر المفتي في النصوص الشرعية بعد استفاء جوانب التفكير في الحادثة المعروضة ومع كل هذا تكون فتوه رأيا من بين آراء أخرى في هذه النازلة وإن كنت أرى أن مصاب ليبيا كبير في غياب هذه الآراء الأخرى بالنظر إلى ندرة العلماء أو عذم الجرأة على مناقشة قمة من أمثال الشيخ حيث أن الحاجة إلى تعدد الآراء في النازلة غاية في الأهمية من باب تعدد النظارة وتعدد زواي النظر ويستطرد الكاتب ترك الشارع حرية العمل بالفتوى للمستفت والعدول عنها إلى غيرها من فتاوى العلماء الآخرين مرعاة لضمير الفرد الذي هو مناطل التكليف وهو الذي تتعلق به التقوى وهو المشار إليه في الحديث استفتي قلبك والبر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك صدره من قبولها وتردد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك ومن التعريف السابق للفتوى يتبين أنه لكي تتحقق بالحد الأدنى من الشروط يجب أن تتضمن عناصر أساسية إدراك جوانب الواقعة موضوع الفتوى وحيثياثها الدقيقة اليقينية وليست المتوهمة أو الظنية تعلق النص الشرعي بهذه الحيثيات وهو المعروف عند العلماء بتحقيق المناط النظر في السياق العام للفتوى ولحال المستفتي وهناك الشرط الأهم وهو هل الحادث المعروض ممن تعلق به الفتوى ويلزم بيان الحكم الشرعي فيه أم هو من أمور الدنيا التي وكل الشارع أمرها إلى النظر المصلحي المحض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم كما في الحديث الصحيح إن تسيير أمور السياسة والدول بالفتوى ليس من السنة النبوية وإن رأي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يرد في بعض هذه المسائل ويرجع عنه هو صلى الله عليه وسلم إلى رأي ذوي الاختصاص والخبرة والشأن ونختم بانورما الصحافة وكالعادة بالكاركاتير ترجمة نانسي قنقر ختم حلقة اليوم من بانورما الصحافة ونشكر لكم حسنا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة